لو سألتموني بحسب تجربتي والطلاع على عقائدي مراجع الشيعة منذ سنة 448 وإلى الآن فإنني أقول وبملء فمي المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا والأكثر بعدا عن العترة الطاهرة والأكثر حربا على حديث أهل البيت إلى هذه اللحظة لم أطلع على ضلال عند المرجعيات الشيعة في العقائد كضلال المرجعية السيستانية هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عن في الدنيا وفي الآخرة هذا لا يعني أن المرجعيات الأخرى مهتدية أبدا إنهم يشربون من نفس العيون الكدرة القذرة من مهازل حوزة النجف حوزة الضلال والجهل والسفاهة والقذارة من مهازل هذه الحوزة القذرة حينما يكون الحديث عن مقامات العترة الطاهرة يطالبوننا بالأحاديث المتواترة باعتبار أنها مسألة عقائدية والمسائل العقائدية لابد أن تكون مبتنية على الأحاديث المتواترة من أين جئتم بهذا؟ هل هناك من آية في القرآن أو من رواية عن محمد وآل محمد تقول من أن الأحاديث على قسمين هناك آحات وهناك أحاديث متواترة ومن أن العقائد تبنى على الأحاديث المتواترة من أين جئتم بهذا الهراء وبهذا الخراء يا من عقولكم خراء في خراء يا مراجعنا العظام من أين جئتم بهذا؟ من النواصبي من أعداء محمد وآل محمد لماذا لا تطبقون هذا على مقاماتكم؟ هذه الرسالة العملية للسيستاني منهاج الصالحين الجزء الأول هذه الطبعة الطبعة الرابعة 1996 ميلادي صفحة 14 ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضاً اجتهاد المرجع أعلمية المرجع ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضاً بالعلم وبالاطمئنان بالشرط المتقدم وبشهادة عادلين من أهل الخبرة بل لا يبعد ثبوتها ثبوت الاجتهاد وثبوت الأعلمية بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً حتى لو كان شخصاً واحداً ولا يشترط فيه أن يكون عادلاً وإنما يثق به بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً هذه الفتوى يضعونها لأجل تسهيل الأمر على المعممين وعلى وكلائهم فتثبت المقامات للمرجع من الاجتهاد والأعلمية بشهادة شخص واحد لا تشترط فيه العدالة مقاماتهم تثبت بهذه الطريقة وهذا الكلام بالمناسبة ليس خاصاً بالسيستاني كلهم يقولون هذا الكلام لأن بعضهم يخري في فم البعض الآخر بأمثالنا الشعبية يقولون واحد تافل بحلق الثاني لا هم واحد يخري بحلق الثاني وبشكل مباشر يضع فتحة الخراء في فمه ويخري في فمه فهذا الكلام ليس خاصاً بالسيستاني وإنما جميعهم يقولون هذا لماذا لم تطبق تلك القواعد التي تطبقونها على مقامات العترة الطاهرة والتي هي مقامات أصلية ثابتة لا نقاش فيها تدمرون الأحاديث والروايات التي تتحدث عنها ولكن حينما يكون الكلام عن مرجعية الخراء وعن أعلمية الخراء يكتفى بشاهد واحد لا تشترط فيه العدالة مضحكة أنتم أيها الشيعة مسقرة أنتم هذه كينونة المذهب الطوسي إنه مذهب الضلال تلاحظون كل شيء فيه يتنافر مع القرآن يتنافر مع حديث العترة الطاهرة يتنافر مع منطق العقل يتنافر مع الفطرة ومع الذوق والوجدان إنها مخرأة إبليسية تلك التي صنعها الطوسي اللعين وأسقطنا فيها ولازلنا نعاني من ذلك الخراء الطوسي من ذلك الخراء الإبليسي إلى هذه اللحظة ويبدو أن الشيعة لن تتخلص من ذلك نذهب إلى فاصل تتخلص